أكثر من ثلاث سنوات ونصف السنة والحويجة تقبع تحت سيطرة تنظيم داعش الآن وبعد طول انتظار استعادتها بسبب خلافات هنا وهناك تحركت قطعات القوات العراقية نحوها وص تحذيرات من موجات نزوح كبيرة ومطالبة بفتح ممرات آمنة واتخاذ تدابير سلامة لحماية السكان وتسهيل خروج ما يقارب 85 ألف مدني من أصل ما يقارب 95 ألف من سكان المدينة المرصد العراقي لحقوق الإنسان حذر السلطات العراقية من وقوع موجات نزوح كبيرة كما طالب بتوفير المؤن والمستلزمات الطبية وأضف أن السكان يفتقدون للممرات الآمنة كما أنهم سيكونون دروعا بشرية للقصف الذي قد يستهدف مدني عزل كذلك دع المرصد إلى الالتزام بالقانون الدولي الإنساني والذي يمنع الانتهاكات بحق المدنيين في الوقت نفسه ينتاب كثيرا من الجهات الدولية قلق بشأن توترات متوقعة الحدوث بعد تقدم القطعات العسكرية نحو الحويجة دون إعلام قوات البيشمرك بذلك التقدم وهو ما قد يخلق حاجزا أخر يعرقل عملية استعادة المدينة كما حدث في السابق بينما سكانها يعانون تدهورا وموتا يسيطر على المدينة